الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة احذروا الوهابية المجسمة الذين يبغضون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا التحذير كان يأتينا من مشايخنا في الشام كانوا يحذروننا من القوم الذين يدعوننا إلى اتباع هد النبي عليه الصلاة والسلام كان أحد مشايخنا في الشام في باب سريجة بالتحديد يروي لنا قصصا خرافية عن هؤلاء القوم فقال رجل كان يستغيثه بقبل النبي عليه الصلاة والسلام فرآه رجل بن قوسين وهابي كما دعا هذا الشيخ قال له إيش تفعل؟ قال أستغيثه بالنبي عليه الصلاة والسلام فقال إيش ينفعك محمد صلى الله عليه وآله وسلم عصاتي هذه أنفع من محمد عليه الصلاة والسلام أستغفر الله مما أقول لكن هذا الذي كان يذكره لنا مشايخنا على المنابل في الشام يحاربون أهل السنة والجماعة باسم الوهابية فلما استمعنا للقوم ما وجدنا عندهم إلا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر وقال عمر وقال عثمان وقال علي نعم كانوا يحذروننا منهم لأنهم يدعوننا إلى الدين الحنيف الذي أمرنا باتباعه أعداء الإسلام اتخذوا هؤلاء المشايخ أدوات يحاربوا بهم دين الله عز وجل ما وجدنا من يدعو إلى الوهابية ولا سمعنا شيخا يقول عن نفسه أنه وهابي أو أن هناك مذهب من وهابي إنما هناك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هناك أثر الصحابة رضي الله عنهم نفهم بفهمهم نقتفي أثرهم حتى نحشر معهم يوم القيامة نعم أيها الإخوة نبينا عليه الصلاة والسلام عندما أخبرنا عن افتراق الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة وأنها كلها في نار إلا واحدة قال عليه الصلاة والسلام عن هذه الفرقة الناجية من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي فكونوا كما كان عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم ولا تتفرقوا بارك الله فيكم حتى تحشروا معهم وإياكم أن تعطوا سمعكم لهؤلاء الذين يقذبون عليكم نعم والله يقذبون عليكم يخترعون الأكاذيب والقصص حتى ينفروكم أهل سنة والجماعة أسأل الله أن يثبتني وإياكم على دينه حتى نلقاه وهو راضي عنا اللهم آمين اللهم آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين